عقدت ستة لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم في مجلس الأمة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وتكليف المجلس لها لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة البرلمانية انتهت مناقشتها على وضع ضوابط رقابية على دعم العمالة للمشاريع متناهية الصغر نعم وفي اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بحثت اللجنة مجموعة من الاقتراحات بقوانين ومشروع قانون في شأن حضر تعارض المصالح فيما استكملت لجنة شؤون النفط مناقشة ألية عمل اللجنة ومناقشة رؤية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بشأن الشؤون والصناعات النفطية وخلق فرص وظيفية وزيادة الموارد المالية للدولة عدد من اللجان البرلمانية عقدت اجتماعاتها اليوم في مجلس الأمة أبرزها لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة البرلمانية والتي ناقشت المعوقات أمام تنفيذ مشروعات الاستثمار المباشر ومشروعات الشراكة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمردود المالي والاقتصادي والوظيفي لهذه المشروعات على الدولة طرقنا اليوم من اجتماع لجنة تحسين بيئة الأعمال وتم إحالة الاقتراحات بقوانين اقتراح تخصيص نسبة 20% من إعلانات شوارع المشروعات الصغيرة والمقترح الآخر وهو إضافة الأنشطة الجديدة للمشاريع المتناهية الصغر وإضافة دعم العمالة لها ووضع الضوابط لتخص الرقابة على موضوع دعم العمالة للمشاريع المتناهية الصغر لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة البرلمانية ناقشت أيضا اقتراحات بقوانين بشأن تخصيص 20% من إعلانات الشوارع للمشروعات الصغيرة وتم إضافة أنشطة جديدة للمشاريع المتناهية الصغر وإضافة دعم العمالة لأصحابها تم إحالة هذه الاقتراحات بقوانين إلى مجلس الأمة وتم مناقشة الكثير من العثرات التي كانت تعانيها عامة أصحاب المشروعات الصغيرة ووضعنا الكثير من الآليات لحلحلة هذه المشاكل وعلى صعيد اجتماعات اللجان البرلمانية الأخرى فقد استكملت لجنة شؤون النفط مناقشة آلية عمل اللجنة ومناقشة رؤية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بشأن الشؤون والصناعات النفطية وخلق فرص وظيفية وزيادة الموارد المالية للدولة كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مجموعة من الاقتراحات بقوانين ومشروع قانون في شأن حضر تعارض المصالح كما ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أهم الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة والواردة في تقاريره للسنة المالية 2021-2022 كما ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اقتراحات برغبة وتقارير المتابعة الدورية والموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة وما يستجد من أعمال نواف الشراكي تفزون دولة الكويت